السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا 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 رجعت لكم النهاردة في فيديو جديد وتحدي جديد وتشجيع جديد وارادة جديدة باذن الله وهنكمل النهاردة سلسلة الضايت اللي بدأناها وهنكملها باذن الله والنهاردة هنشوف تحدي نزول الوزن 10 كيلو في الشهر مع الضايت الجبار اللي جبت لكم النهاردة خليكم عين مبدئيا نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى قليل وصحبه اجمعين ونشوف نظام الضايت بتاع النهاردة اول حاجة تفقنا عليها ومثبتنا في كل نظام كباية الميا على معلقتين عسر نحل زغيرة او 3 سمرات تمر وكباية حليب خالد دسم او سمرات فاكهة من الفواكه المسموحة دوت قابل الفطار عندي قابل الفطار اخد كباية من الميا وعليها معلقتين عسر نحل صغيرة وعسرة لمونة او 3 سمرات من الطمر او فواكه وعليهم كباية كوب حليب خالد دسم او سمرات فاكهة من الفواكه المسموحة اللي تكلمنا عنها كل فواكه مسموحة مع ده الموز والمانجا والعنب والتين طيب عندي بقى الفطار هستنى نص ساعة او ساعة واخد الفطار واجبة الفطار هتكون عبارة عن ايه؟ هتكون عبارة عن 200 جرام جبن قريش زائد خيارة وفلافلاية زائد نص خبز حبة كاملة لوه 50 جرام لوه عيش بادي هناخد نص سرغيف عيش باديه مع 200 جرام جبن قريش وخيار وفلافلا او اربع معلق فول بالتماطم او من غير تماطم زائد سرطة خضرة مع نص رغيف عيش او بطين مسلوقين او قملت زائد نص رغيف بلدي او 100 جرام جبن ابيض قليل الدسم زائد سرطة زائد 40 جرام خبز الشوفان حبز شوفان ان شاء الله هعمله لكم في الفيديو الجاي باذن الله او اتنين كوب زبادي لايت او قليل الدسم زائد خيار زائد نص رغيف عيش انا عندي خيارات كتير في الفطار علشان اللي مش حابب حاجة وعاز يغير احنا معنا طول الشهر الفطار دوت هيكون سابت عندك يجد خمس ست اختيارات اختار منهم كل يوم فطار اللي انت عايزك اتكلمنا عن اخر حاج كلمنا عنها كوباتين زبادي لايت او قليل الدسم زائد خيار ونص خبز نص رغيف عيش او اربع معالق كورن فليكس لايت زائد كوبات حليب خليل الدسم او اتنين معلقة لبنة قليلة الدسم زائد نص رغيف عيش او حبة منها البطاطس متوسطة الحجم او خمسين جرام زائد اتنين بيضا مسلوقة طب البطاطس هنعمل فاها ايه هنسلقها ونحط عليها اتنين بيضا مسلوقة او اربع معالق شفان او قمح اللي هو البليلة زائد كوب حليب خليل الدسم او حبة بطاطا حلوة زائد اتنين بيضا مسلوقة دوت الفطار معنا بقى الغداء هيكون عبره عن نشويات وبروتين وخضار عندي البروتين هيكون جبن اريش او اتنين بيضا مسلوقة او نص دجاجة او تلت سمكات او قطعة سالمون او ساردين او تونة عزجة او لحمة احمر بدون ده عندي تاني البروتين جبن اريش تلثومت جرام او اتنين بيضا مسلوقة او نص دجاجة او تلت سمكات مشوين او مسلوئين او قطعة سلامونت او سردين او تونة 300 جرام او لحمة احمر بدون دهت عندي النشويات 9 معالق رز او 9 معالق مقارونة بشكل تكون من غير دهون او 2 توست بني او حبة متوسطة من البطاطس مسلوقة او 4 معالق شفان او نص غيف عيش او 9 معالق فريق او برغل دوت النشويات اللي عندي نقولت ان النشويات 9 معالق رز او 9 معالق مقارونة مسلوقين او بين غير زيت عندي 2 توست بني عندي بطاطسايا مسلوقة او 4 معالق شفان او قمح او بليلة او نص غيف عيش او 9 معالق فريق عندي بقى اخضار عندي اخضار من اللي انا اعيزة صح من الكبير من السلطة عندي تماطم او خيار فلفل بصل جزر بقى دونس جرجير كوروم بقى احمر او ابيض وفجل وخاص ده الخضار ممكن اخد خضار او مشوي او مسلوق او مطبوخ بدون دهون تاجنبامية او قوسة او فاصولية خضرة او ملوخية او سبانس ده الخضار مع البروتين مع النشويات بتاعتنا دوت كان الغداء طيب هنخش على وجبة العشف عندي سلطة التونة علبة التونة متصفدة من الزيت زائد خيار زائد تماطمية زائد بقدونس سلطة اعمل ازاي سلطة التونة سجب عربية التونة الكطع اصفيها كويس جدا من الزيت وعطها في طبق مع معلقة خلب معلقة لمون اقطع عليها خيار اقطع عليها بقدونس اقطع عليها بصلة دي عبارة عن سلطة التونة او سلطة يوناني عندي ايه سلطة اليوناني عندي خيار وخص وبقدونس وثلاث حبات زاتون وخمسين جرام جمنة قبل تقليل الدسم حفرة كل المكونات ديت مع الجمنة هيكون عندي سلطة يوناني او جمنة قريش بالتماطم مت جرام جمنة قريش زائد تماطمية زائد معلقة صغيرة زيت زاتون اجيب الجمنة القريش وافرمها بالشوكة اقطع عليها تماطمية واحط عليها معلقة صغيرة من زيت الزاتون عندي بقى ممكن اخد سلطة البيض المسلوق عبارة عن ايه سلطة البيض المسلوق سوري اه اجيب اتنين بيضة مسلوقة زائد خيارة زائد طماطمية زائد خص وبقدونس وثلاث حبات زاتون اجيب البيض بعد مسلوقه اسيبه خمس دقايق ايبرد اقطعه سلايسز وبعدين اقوم جايب على قطع طماطم وخيار وبقدونس وزاتون واخلطهم على بعض وحط عليهم كمومون وفلفل اسود هيكون طعمهم حلو جدا وطعم البيض مش هيبان لنسبة الناس اللي مش يحبوا طعم البيض يكون باين عندي ممكن اخذ اتنين عربة زبادي خالي الدسم ده يا جماعة في العشان عشان تركزوا معي ده العشان العشان نتكلم تاني سرطة تونة او سرطة يوناني وكلمنا عنهم او سرطة جمنا قريش بالطماطم او سرطة البيض المسلوق او اتنين عربة زبادي خالي الدسم عندي هاخد معها خضار اما خيار يا خص يا قتة ممكن اخذ سناكس بين الوجبات ممكن اخذ سمرت فاكهة ممكن اخذ تفاحة كومترة جوافة برتقالة جريب فروت ممكن اخذ اتنين كوب حليب خالي الدسم ممكن اخذ اتنين جزرة او تموت ميتين او اتنين حبة بصل او حبة بزنجان ممكن اخذ خضار زي الخيار والخص والجرجير في اي وقت ممكن اخذ شي اخضر في اي وقت برضو بقيت يمية متاحة ممكن اخذ قهوة بدون سكر ينسب بدون سكر شي اخضر شي مرنعناع كركدي ارفا جنزبيل كله بدون سكر بحد اقصى او اتنين كوب في اليوم من كل نوع ممكن اتناول من 8 ل 12 كوباية في اليوم ويفضل قطرة المية همشي كتير يوميا هتناول معلقة زي زتون يوميا الاخر ساعة هتناول الخضروات خلان اليوم ده تحدي اول اسبوع من نزول العشرة كيلو ان شاء الله الفيديو جاي باذن الله هكامل لكم الاسبوع التاني من تحدي نزول الوزن في الشهر وتحدي الاقوياء باذن الله هنبدأ وهلتنشط وهيكون عندنا اراضة وهنخس قبل العيد اشوفكم ان شاء الله وبخير المرة الجاية وما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مع السلامة